اشتركوا في القناة في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر إذا ما نكسبوا المعطيات يلتبرون أننا معلم متعامد ممنظم مباشر نعتبر النقط ا ذات الإحداثيات واحد اثنان اثنان والبي ذات الإحداثيات ثلاثة ناقص واحد ستة والس ذات الإحداثيات واحد واحد ثلاثة إذن السؤال أولا ألف تحقق أن المتجهة أبي ذكتوريال المتجهة أصي كتساوي I ناقص اثنان في المتجهة G ناقص اثنان في المتجهة K إذن أول حاجة سأقوم بها سنحسب الإحداثيات المتجهة أبي إذن إحداثيات المتجهة أبي أفصل B ناقص أفصل A ثلاثة ناقص واحد أرتوب B ناقص أرتوب A ناقص واحد ناقص اثنان ثم ثم أنصوب B ناقص أنصوب A 6 ناقص جوج إذن إحداثيات المتجهة B 2 ناقص 3 4 قد نمر إحداثيات المتجهة C إذن بنفس الطريقة إذن أفصل C ناقص أفصل A 1 ناقص 1 أرتوب C ناقص أرتوب A 1 ناقص 2 ثم أنصوب C ناقص أنصوب A 3 ناقص 2 إذن إحداثيات المتجهة C 1 ناقص 1 0 ناقص 1 1 إذن المتجهة B فيكتوريال المتجهة C تساوي إذن نكتبه عمودياً إحداثيات B جوج ناقص 3 4 جوج ناقص 3 4 إحداثيات أصي 0 ناقص 1 1 وكي نكمل المحديدة لكي تكون عندي ثلاثة الأسطر وثلاثة الأعمدة نزيله إي جي كا كندر زائد ناقص زائد إذن أبي فيكتوريال أصي تساوي بلس واحد المحددة في إي ناقص محددة في جي زائد محددة في كا إذن كنشوفوا بأن المتجهة إي متواجدة في التقاطع السطر الأول والعامود الثالث ناقص ثلاثة أربعة ناقص ثلاثة أربعة ثم ناقص واحد واحد ناقص واحد واحد بالنسبة المتجهة جي متواجدة في التقاطع السطر الثالي والعامود الثالث نغة قليل محددة جوج أربعة صفر واحد جوج أربعة صفر واحد بالنسبة المتجهة جيت متواجدة في التقاطع ما بين السطر ثالث والعامود ثالث ستقري المحددة جوج ناقص ثلاثة صفر ناقص واحد جوج ناقص ثلاثة صفر ناقص واحد إذن تساوي ألوخ نفتح القوس واحد فناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة ناقص ربعة فناقص واحد هي ناقص ربعة زائد ربعة في متجهة ناقص واحد اثنان اثنان ناقص أربعة فصفر هي صفر في متجهة ج زائد ناقص واحد فاثنان هي ناقص اثنان ناقص صفر فناقص ثلاثة هي صفر في متجهة ك إذن أب متجهة أب ذكتوريال لمتجهة أس تساوي ناقص ثلاثة زائد ربعة هي واحد جوج ناقص صفر يجوج ناقص اثنان جي ناقص اثنان ك وبالتالي المتجهة أب بكتوريال المتجهة أس تساوي ي ناقص اثنان جي ناقص اثنان ك وعنكون جوجنا على السؤال نطلق ناقص اثنان ناقص اثنان ناقص اثنان زائد زائد سبعة كتساوي صفر هي معادلة ذكرتية للمستوى أبسي الله بالنسبة لهذا السؤال يمكننا نجاوب عليه موجود طرق مختلفة إذن طريقة الأولى طريقة الأولى سنستعملوا واحد تستبيق الذي درناه في الدرس الجداء المتجي الذي تستبيق الأول حسبنا أب بي فيكتوريال أس وشنا بأن هذه المتجهة تكون متجهة منظمية على المستوى أبسي إذن نضع متجهة أب بي فيكتوريال متجهة أس كتساوي المتجهة أن إذن المتجهة أن داد الإحداثيات واحد ناقص اثنان ناقص اثنان هي منظمية على المستوى أبسي إذن نعتبر نقطة أم داد الإحداثيات إكس إغراج زد بحيث أم كتنتمي المستوى أبسي إذن تكافئ إذن عندي الحق نقول لي إما المتجهة أم سلبي أن كتساوي السفر أو المتجهة بأم سلبي أن كتساوي سفر أو المتجهة سأم سلبي أن كتساوي سفر إذن تكافئ مثلا سنختار المتجهة أم سلبي أن إغالة زغو إحداثيات أم إذن إكس ناقص واحد إغراج ناقص جوج وزد ناقص جوج إذن ماذا يعني أم الجداء السلمي للمتجهتين أم إن كتساوي العدد سفر يعني أن إذن واحد عامل إكس ناقص واحد ناقص اثنان عامل لإغراج ناقص جوج ناقص اثنان عامل لزد ناقص جوج تساوي سفر هذه القومة بعملية نشر إذن إكس ناقص واحد ناقص اثنان إغراج زائد ربعة ناقص اثنان زد زائد ربعة كتساوي سفر إذن الجواب على السؤال معادلة ذكرتية للمستوى بسي تكتب على شكل إكس ناقص اثنان إغراج ناقص اثنان زد ألو ربعة زائد ربعة هي ثمانية ناقص واحد هي زائد سبعة هذا بالنسبة للطريقة الأولى بالنسبة للطريقة التانية إذن إذن بصفة عامة معادلة ديكارتية للمستوى للمستوى منظمية على المستوى أبسي دونك عندي الحق مثلا يمكنني موضع آ نأخد آ كتساوي واحد وبي كتساوي ناقص اثنان والسي تساوي ناقص اثنان وغتصبح عندي لحتساعة معادلة ذكرتية هذه المستوى أبسي هي على شكل اكس ناقص اثنان اجراج ناقص اثنان زد زائد كتساوي سفر إذن بقيتل القيمة دي لنوك عندي الاختيار لإما غدي نختار نقطة أو ب أو سي ألو غدي نختار نقطة مثلا آدت إحداثيات واحد اثنان اثنان إذن غدي نعوض إحداثيات آ في المعادلة باش نلقاء القيمة دي دونك غدتكون عندي واحد ناقص اثنان في اثنان ناقص اثنان في اثنان زائد د كتساوي سفر تكافئ إذن واحد ناقص ربعة ناقص ربعة زائد د كتساوي سفر إذن واحد ناقص ربعة هي ناقص ثلاثة ناقص ربعة هي ناقص سبعة ناقص سبعة زائد د كتساوي سفر في الأخير د كتساوي سبعة إذن الجواب على السؤال معادلة ذكرت إياه للمستوى بسي هي على شكل اكس ناقص اثنان اغراج ناقص اثنان زد زائد د زائد سبعة كتساوي سفر إذن راح توقينا نفس الجواب على غد نمر السؤال الثاني بالنسبة السؤال الثاني نعتبر النقطتين ا دات الإحداثيات خمسة واحد اربعة و f ذات الإحداثيات ناقص واحد واحد اثناش s هي مجموعة النقط m التي تحقق الجداء السلامي للمتجهتين m e و m f قد تساوي سفر إذن السؤال بين أن المجموعة s هي فيل k مركزها مجموعة إذن تلاحظوا هذه الكتابة الجداء السلامي للمتجهتين m e sc m f تساوي السفر إذن أن m تنتمي في الك s بجموعة s تكافئ أن m الجداء السلامي للمتجهتين m e و m f تساوي السفر وهذا يعني أن m يعني m تنتمي إلى الفلك التي أحد أقطارها القطعة f إذن إذا إذا نحن نعرف أن المركز بمعن القطعة f هي قطر ديفيك s إذن أوميغا هي منتصف القطعة f و الشعاع ديال في الك المسافة f مقصوم على جوج يعني النصف ديال قطعة f مقصوم على اثنان إذن سنبدأ إحداثيات أوميغا إذن أوميغا سنبدأ الأفصل أrine أورو زائد الأفصل مقصوم على جوج principle هي ناقس 1 زائد 5 مقصوم على جوج ثم الأرف زائد الأرف ف مقصوم على جوج 1 zí 1 مقصوم على جوج ثم الأنصوب zí أنصوب f مقصوم على جوج إذن 4 زائد 12 مقصوم على جوج إذن أوميغا ذات الإحداثيات خمسة ناقص واحد هي ربعة مقسم على جوج هي جوج واحد زائد واحد اثنان مقسم على اثنان واحد ربعة زائد اثنان اثنى عشر هي ستة عشر مقسم على اثنان هي تمانية إذن كتلاحظوا القناة أوميغا اثنان واحد تمانية بالنسبة للشعاع إذن بنسبة للشعاع اغ تساوي إذن الجدر مربع على اثنان إذن إذن افصل ا ناقص افصل اف إن الخمسة ناقص لاقص واحد هي خمسة زائد واحد الكل أثنان زائد أرتوب ا ناقص أرتوب اف الكل أثنان زائد أنشوب ا ناقص أنشوب اف إذن الرعا ناقص ناش الكل أثنان إذن أغ تساوي إذن 5 زائد 1 هي 6 و 6 2 هي 36 زائد 0 زائد 4 ناقص 12 هي ناقص 8 و 6 2 هي 64 على 2 تساوي الجدر مربع إذن 36 زائد 64 هي 100 100 مربع كامل للعدد 10 إذن هي 10 على جوج التي تساوي 5 إذن أغ تساوي 5 إذن من السؤال ثالث ثالثا أليف بين أن أو لا أحسب أحسب لديستانس مسافة أوميغا يعني المستوى أبسي إذن إذن لدينا واحد القاعدة تنظرنا هي آخر قاعدة شفنا في الجداء السلبي إذن نعود نذكر بالمعادلة الذكرتية دي المستوى أبسي قلنا قلنا هي إكس ناقص إثنان إجراغ ناقص إثنان زد زائد سبعة كتساوي سفر ثم أوميغا قلنا بأنها إحداثيات جوج واحد ثمانية جوج واحد ثمانية إذن المسافة أوميغا عن المستوى أبسي قلنا بأنها تساوي إذن القيمة المطلقة على الجدر المربع قلنا بأنها سنعود إحداثيات أوميغا في المعادلة ذي المستوى أبسي إذن نعود إكس بإثنان ناقص إثنان إجراغ نعودها بواحد ناقص إثنان نعود زد بثمانية زائد سبعة على إذن الجدر المربع المتجهة المنظمية على المستوى أبسي واحد ناقص إثنان ناقص إثنان إذن واحد أس إثنان زائد ناقص إثنان أس إثنان زائد ناقص إثنان أس إثنان تساوي إذن القيمة المطلقة إثنان ناقص إثنان ناقص ستة عشر زائد سبعة على الجدر المربع واحد زائد ربعة زائد ربعة عندي إثنى ناقص إثنى السفر ناقص تسجعر زائد سبعة هي ناقص سعود القيمة المطلقة دي ناقص سعود دي ناقص سعود على الجدر المربع دي ناقص سعود اللي كتساوي سعود على ثلاثة كتساوي ثلاثة إذن إذن مسافة أوميغا عن المستوى ABC كتساوي ثلاثة إذن نعمشو للسؤال الأخير ب استنتج أن المستوى ABC يقطع الفلك S وفق دائرة بدن نرزل الدائرة غاما شواء هو وتساوي ثلاثة إذن باش نبين بأن هذا المستوى ABC كيقطع الفلكة S وفق دائرة شواء واربعة يكفي نبين بأن المسافة ما بين مركز الفلكة والمستوى ABC هذه المسافة ستكون صغر من الشواء هذه الفلكة اللي هو خمسة إذن لدينا لدينا بتيت دي اللي كتساوي لما سافة أوميغا ABC ثلاثة و R شواء الفلكة كيساوي خمسة D أصغر من R إذن جوابوا للسؤال وبالتالي المستوى ABC يقطع الفلكة S وفق دائرة Gama شواء وبتت اغ إذن لدينا واحد القاعدة في الدرس كيفاش تقوى الشواء دائرة إذن R كتساوي الجدر مربع دائل شواء الفلكة وستنان ناقص بتيت د وستنان نعود نذكر بتيت د هي مسافة أوميغا مركز الفلكة عن المستوى ABC إذن بتيت اغ كتساوي الجدر مربع R 62 هي 25 ناقص D 62 هي تساوي الجدر مربع 25 ناقص سعود 16 والجدر مربع 16 هو 4 ونكون جوبنا على السؤال عزيزات التلميذات عزيزات التلميذ كانت مننا تكونوا استفتوف هالتبريل الأول وهو عبارة عن تمرين الهندسة الفضائية لنموعد الحسة المقبلة إن شاء الله التي تتمت تحيحة الجدر ونحن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر